السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة جماعة هنتعرف مع بعض على مراجعة شهر فبراير للصف الرابع الابتدائي منها كناكت فور طبعا نهاردة هناخد مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في امتحانات شهر فبراير للصف الرابع الابتدائي مش بس هناخد الأسئلة لقد احنا كمان هنحل مع بعض الأسئلة دي عشان نتعرف على الإجابات النموذجية بتاعتها سوف نبدأ مع بعض الأسئلة السؤال الأول بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D سمعوا معي الأسئلة بعدين تعرفوا على الإجابات وحاولوا طبعا تحلوا الأسئلة دي بنفسكم number one I was not to read city mouse and country mouse story it was funny, scared, angry, bored, pleased number two we can catch from the Nile chickens, birds, fish, lions number three the Nile crocodile is one of the largest birds, reptiles, fish, lizards number four the Nile has two in Egypt mountains, visitors, seas, branches now time for the answers number one I was to read city mouse and country mouse story it was funny funny يعني يعني القصة دي كانت مرحة وممتعة يبقى في الحالة دي نستخدم الصفة pleased pleased يعني مسرور أو سعيد يبقى كنت مسرور أو سعيد لقراءة قصة city mouse country mouse وكانت قصة مرحة وممتعة pleased يعني مسرور ما ننسيش يعني من نهر النيل من نهر النيل الحاجة اللي ممكن نصطادها طبعا يصطاد يبقى نختار الفش نقدر نصطاد الأسماء نهر النيل نهر النيل طبعا بيعيش فيه يعني تمساح النيل وده واحد من أكبر الزواحف يبقى reptiles reptiles طبعا اللي هي الزواحف number four the nile has to نهر النيل في مصر two branches branches يبقى branches يعني فروع يبقى نهر النيل لديه فرعين في مصر طبعا فرع دميات وفرع راشيد next question number five the city is full of not lights no pride delighted pleased number six the nile is not four different kinds of fish apartment home village block number seven the mouse was when it heard the voice of the cat delighted happy pleased scared number eight in the not there is a lot of noise and smoke from the course village city sea country now time for the answers wait the city is full of not lights or city يعني مدينة ولايتس يعني أضواء المدينة بيبقى فيها أضواء أضواء ساطعة وزاهية كثير جدا نقول عليها bright bright lights number six is the nile is not four right four يعني different kinds of fish هو موطن لي موطن يعني home 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 ممكن تيجب معنى منزل أو بيت ممكن تيجب معنى وطن أو موطن نهر النيل هو موطن لي different kinds of fish أنواع مختلفة من الأسمك number seven the mouse was when it heard the voice of the cat heard the voice of the cat لما بيسمع صوت الكات الموطن بيحصل له بيبقى خايف طبعا يا جماعة بيخاف من الكات يبقى scared طبعا هنختار كلمة scared و scared جاب معنى خائف the mouse was scared number eight in the نقط there is a lot of noise فيه noise noise يعني دوضاء وضج smoke دخين from the course وعربيات ودخين يبقى لازم نختار city طبعا city يعني المدينة ok let's look at another question question number nine mom gave me a packet of not less tonight water juice tea milk number ten i like country life because it's bad dirty quiet noisy number eleven you can not a train to go to alexandria eat catch drive match number twelve kak have nuts sugar and fruit salt money honey now time for the answers what did iجابيت بقول لي mom mom يعني امي give me اعطتني a packet of اول ما تشوفوا كلمة packet يا جماعة ركزوا write in packet دي يعني عبوة عبوة او باك وزي بنقول علي باك وكده او عبوة ممكن نستخدمه مع ممكن نستخدمه مع الكوكيز a packet of cookies يعني عبوة من الكعك مش كده برضو ممكن نستخدمها مع a packet of tea a packet of tea طب هل ينفع مع الووتر لا الووتر دي مادة سهلة ما نفعش نحط ها في الجوز ده هصير ما ينفعش برضو ولا الملك يبقى هنستخدمها مع tea number ten i like a control life ايه control life اللي حياة الريف حياة الريف كلنا عارفين انها بتبقى ايه هادية هادية it's quiet 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 معناها هادئة هتقول لي noisy تنفعش لا noisy دي تبقى في المدينة dirty متسخة لا طبعا يعني بيت سيئة اكيد طبعا بيت مش تنفع لانا بقول اي لايك اي لايك انا بحبها اوكي يعني هادئة بص مع بعض في الفعل اللي بييجي مع يا جماعة لو فكرين القصة بتاعت ناخد قطار الساعة تمانية يبقى معناها يستقل للقطار كلنا بنحب الكهكي في العيد الكهكي اللي هو الكهك بيبقى في اي بقى بيبقى في نات مكسروت شجر احيانا بيبقى في سكر طبعا اند اند اي او خلي بالنا هاني ولا ماني هاني ولا ماني اكيد هاني يا جماعة هاني يعني عسل لكن يعني نقود يعني فلوس او نقود ما تنفعش نحطها في الكهك خلالة زي رايت عشان ما تلغبطش بين هاني وماني هاني يعني عسل نمبر ثيرتين ماي تيتشر واز سو اي لعك سكول انغري كاين بيد نويذي فورتين جيف مي نوت او شوكولات بليز جور بور بوت كارتون ففتين غرامبا بولد اتن مال ميتل بن باك بوك ريفر نمبر سكستين هنا بيقول لي المدرس بتاعي كان نقط معنى انا حبيت المدرسة يبقى عايزين بقى صفة ايجابية للمدرس انغري غاضب ما تنفعش بيت سيء اكيد مش احب المدرسة نايزي صاخب ويزعق فينا بقى اكيد طبعا هتنرفز شوية ممكن كده ما احبش المدرسة يبقى كان نختار الصفة عطوف طيب اوك او خلي بالي اما لاي كلمة الشوكولات او سوب الاتنين استخدم معهم يعني قطعة من قطعة من الشوكولاتة قطعة من الصابون معناها ايه بقى معناها سحب من الارض شايفين كلمة دي يا جماعة هي دي مفتاح الحل يعني ايه يعني مصنوع من المعدن حاجة معدن من الحديد ينفع قلم قلم من المعدن لا الالم بيبقى بلاستيك كده وصغير صندوق اه صندوق يبقى من المعدن الكتاب الكتاب اكيد مش من المعدن الكتاب ده ورق دي بعيدة خلص ما تنفعش اصلا انه يسحبوا يبقى يبقى باكس عشان كلمة بيبو ايد كاك دايما بنأكل الكاك عشان ايه عشان نحتفل بايد الفتر ايد الفتر بالنسبة لنا ده عيد مميز عشان نحتفل بي فبناكل الكاك يبقى فترTo Celebrate معنىها يحطفل بي To Celebrate عيد الفتر جوة للبابر أج Jubkeeping مناسيم throw drink color draw number 18 in ramadan many muslims during the day drink fast sing eat number 19 adult put a carton off from the supermarket water juice cake pizza number 20 the teacher played games with us it was fun run fun pun so now let's look at the answers the children eggs to celebrate شام النسيم خلي بالكم في شام النسيم الاطفال متعودين يعملوا ييلونوا البيض color eggs يبقى يلون يعني يعني color غير من color color يعني لون أو يلون تم فعل اتنين يبقى يلونوا البيض color eggs طيب بصوا معي في رقم 18 in ramadan many muslims المسلمين بيعملوا ايه في رمضان اكيد بيصوموا يبقى fast fast يعني بيصوموا during the day اثناء النهار number 19 add up a carton off carton او لما تلاقوا carton يا جماع carton ممكن نستخدمها مع milk ممكن نستخدمها مع juice carton يعني علبة كارتون كده right carton of juice هنا هنختار طبعا juice يبقى عادل اشترى carton of juice يعني علبة كارتون من العصير from the supermarket the teacher played games with us played games يعني كان بيلعب معنا games okay الحاجة دي تبقى حاجة ممتعة كده والteacher بيلعب games وبيحل معنا games دي يبقى it was fun خلي بلنا فن بالف يعني ممتع مرح 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 لكن sun يعني شمس run يعني يجري pan يعني كاكا طبعا ما تنفعش خلص okay city town 24 the nile is a in africa city country river sea now time for the answers the nile ده نهر النيل يا جماعة is the nille في العالم كله نهر النيل ده اعتبر ايه هو الاطول اطول انهار العالم. نختار يبقى يعني الاطول. يجي واحد يقولي طب ما نقول يعني الاطول. لا يا جماعة دي بنستخدمها لما يبقى الحاجة طويلة بس الاعلى الفوق. يعني زي الانسان كده ممكن اقول عليه طول يعني طويل. لكن الحاجة اللي هي بتبقى طويلة للامام يعني ممتدة للامام. استخدم معها مش طول. يبقى السؤالة اللي بعد كده بيقول لي ده وقت يعني وقت. بيبقى وقت احتفال. وقت احتفال. احتفال. هنقول يعني حزن. لا طبعا وركة عمل. العيد يبقى وقت العمل اكيد ما حاش بيعمل في العيد. مذاكرة يعني ما حدش يزاكر في العيد يعني مش طويل. اوكي يبقى هنا Leadership. Celebration. وقت للاحتفالة. I live in a small in the countryside. Huge countryside يعني في الريف. دي حاجة موجودة في الريف. ايه اللي موجود في الريف? Village. Village. يعني الكارية. I live in a small village in the countryside. ما ننساش أن the Nile is نهر النيل دقيق يا جماعة ده نهر. نهر. أنا نائل is a river in Africa يعني هو نهر في أفريق Next question سؤال التالي The mouse lives in air in the ground hole hole bowl hotel Next question We not Chaminisim in spring Drink Celebrate Sing Eat Next question We not Pecnics In the park Do Make Have Or Next question I put my school books in my My pack Oven Pocket Backpack Okay نفكر في الأسئلة طيب بجمعها كده عشان دوقتي هنجابها Time for the answers دوقتي الإجابات The mouse lives in الماوس ده ها جمعها بيعيش في حفرة كده أو فتحة كده بتبقى في الأرض الفتحة دي بنسميها hole 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 we شام النسيم نسبرانج بنحتفل بشام النسيم يبقى يحتفل بي ممكن نقول يعني بتستخدم مع الاحتفالات والمهرجانات نقطة اللي هي النزهة الخلوية في بقى نسبها بيترجم وترجمة حرفية يقول لك تقول له ليه يقول لك ما احنا بنعمل نزهة كده في البرق الفعل اللي بيجي مع بيكنيك هاف بيكنيك هاف بيكنيك يبقى هاف بيكنيكس معناها بنقوم بنزهة خلوية في البرق هاف بيجي مع بيكنيكس نخلي بالنا انا بضع اللي سكول بوكس سكول بوكس يعني الكتب بتاعت المدرات طالما كتب يغمها يبقى بيكنيكس 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 مجرد بيكنيكس هل ايه المسلمين يعني يعني يصلي يبقى كلمة يعني يصلي المكان اللي يذهبوا ليه هو يعني مسجد يبقى طالما فيه يبقى لازم اختار مع ها زجاجة زجاجة من الماء يبقى انا اشرب عشان فيه يا جماعة ما ينفعش ولا باقص ولا independent Böyle هنا了 ثم have you heard that? شوفت هنا تمساح اكيد طبعا شعوري مش كويس بقى يبقى خائف ما ننساش ان الجاس كورز اللي هي السيارات التي تعمل بالوقود كانت مزعجة جدا كمان ما ننساش ان دي بتدل على ايه على الماضي عشان محدش يقول لي تم الوقتي بايتهادية شوية اقول لك الوقتي بيقول لي وير دي يعني في الماضي السيارات والوقود دي كانت في الماضي كانت صوتها موزعج جدا نقرح الجدد في المصرها شوية انني انا متفكرة جدا يخبت بالجروج حدة جدا ههو صوتها الغتين م закروجها شوية ا pornography اللقاء انا نعرف فن dead made eat head نقص الوضع the christmas tree new life looks represents plays eats okay now time for the answers my sister's birthday cake birthday cake right إذا هي إيبة التورتة بتاع عيد الميلاد هتقول لي ممكن نقول eat أكلتها تمام يا جماع بس ما تستعقلش بص على الاختيارات ما تفكرش أنت في الإجابة بدماجك لا بص على الاختيارات وشوف اللي تنفع واللي ما تنفعش يعني هنا drink ما تنفعش ما تنفعش نشرب بقى الكيكة الكيكة ما تتشربش يبقى drink لا sleep يا نام ما تنفعش طبعا يا نام لا blade لعبة كيك ما لهاش معنى يبقى هنا نختار ايه decorated right يبقى the word decorated okay it's very easier يبقى هنا نستخدم طبعا كلمة ايه decorated the birthday cake decorated the birthday cake معناها ايه زينت الكيك عشان كده انا بقول لك بص على الاختيارات ما تتعب نفسك وتدور على الإجابة بنفسك وفي الاخر تقول لي eat the birthday cake وما تلاقيش eat اصلا وتعبت تقول لي لا ده انا مش عارف الحل ما هي decorated قدامك زينت she like kids يعني كانت بتحب seeing the نقط family عايز اقول كل العائلة whole family whole family طبعا عارفين كلمة whole اللي هي ثقبة او فتحة اوكي هنضف لها حرف w في الاول يبقى whole برضو بس هنا جاب معنا كل العائلة we all نقط fun الفعل اللي بيجي معها fun يعني بقول have fun الماضي منها had fun had fun يعني يستمتع بوقته يبقى ما ننساش have بتيجي مع picnic وبتيجي مع فن بتيجي مع picnic وبتيجي مع فن خليبا حياة جديدة يبقى دي بترمز للايه للحياة الجديدة بتمثل الحياة الجديدة represent يبقى نختار طبعاً كلمة represents ما ننساش سؤال البعث يقول ان الكحكي دا عبرة عن كوكيز كحكة بسكوت الكحكة الكحكة دا عبرة عن كوكيز يعني يعني كحكة برضو ايضاً 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 يعتبر يعتبر festival يا جماعة لو جاب لي ايضاً الفاتر يبقى festival شام النسيم يبقى festival برضو كريسموس festival بمعنى احتفال ايضاً 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 وخلي بالي من السمايل والسميل السمايل الاولى دي معناها يشم او رائحة يشم او رائحة لكن السمايل اللي هي بالأي معناها يبتسم او ابتسامة ايضاً ايضاً نخلي بالنا من التعبير اللي جاي دا يعني ايضاً تبدو مريضاً لا تبدو على ما يرام نجز كوستشن نحن 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 هناك حن وما ل moved uka هل قل بل aumentar ديزيرت لازم يكون فيها اتنين اس لو اس واحدة يبقى صح راق ديزيرت اتنين اس يبقى تحلية يبقى الباس بتاعنا بيتوقف ات بيقفين اكيد بيقف على البوابة عند البوابة مش هيقف المكتبة ولا هيقف الفصل يبقى نختار جيت سكول جيت يعني بوابة المدرسة جيت خلي بالكو جيت بوابة جوت يعني ماعز بعيدة خالص نقدر نشتري الكهكة من منين ممكن نشتري من المغباز يبقى from the bakery طيب في رمضان we don't eat or drink until until يعني حتى غروب الشمس يبقى صان سات اللي هو غروب الشمس we don't eat or drink until sunset نخذه الكهس которой there also weren't many people in the government the desperate by the world جا conclusions نيجر نكتش إنضاء نشوف مع بعض وقت الاجابات. ما كانش فيه كتير في الريف. طبعا ما كانش فيه صيارات كتير زمان في الماضي. شايفين كلمة يعني حاجة عالية. عالية وموجودة فين? في المدينة. هتقول لي ما تنفعش. دي طبعا ما تنفعش بمعنى ما تنفعش بمعنى ما تنفعش بمعنى ما تنفعش. السمك المغفف والانيونز ده في امتى بيميز ايه بيميز شام النسيم في احتفالات شام النسيم يبقى شام النسيم. we had اهيوج يعني كبير بس كانت فين? كانت في البورك. مش بس كده مع العيلة بتاعتنا. يبقى لازم نختار بيكنيك يا جماعة. كان عندنا عملنا بيكنيك نوزها كبيرة في الحديقة مع العائلة. يبقى بيكنيك يعني نوزها. don't forget. السؤال التالي. my not lives in the sea. octopus, horse, giraffe, lion. next question. i want to drink water. i'm very angry, hungry, thirsty, nervous. next question. farmers started the ground to put the seeds. digging, eating, building, reading, time for the answers. سؤال الاول بيقول لي my mother used the milk and fruit to make frozen. احنا بنستخدم اللبن او الحليب والفكة عشان نعمل ايه? ممكن نعمل زبازي. وكلمة frozen يا جماعة يعني مجمد. واضح جدا يبقى frozen yogurt. live in the sea. بيعيش فين? in the sea في البحر. اللي بيعيش في البحر اكيد الاكتوبوس. 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 الاكتوبوت. لو بصينا على باقي الحيوانات اكيد ما بتعيش في البحر. I wanted to drink water. طالما drink water يبقى انا عطشون طبعا. مش كعين لا. لو قلت I wanted to eat يبقى انا عطشون. لكن طالما drink water يبقى نختار عطشون. عطشون يعني seriously. I am very seriously. بمعنى عطشون. farmers started the ground. the ground يعني الارض. to put the seeds. عشان يضعوا فيها البزور. قبل ما تضع البزور بتبتيت تحفر في الارض. كده حفرة صغيرة. they started digging. 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 بمعنى يحفر. بدأوا في حفر الارض. next question. a long time ago my grandpa a metal packs in the ground. Helped. buried. walked. crossed. next question. I have a lot of of my old village. trucks. trees. boxes. memories. they're not. from the cores. cover the stores. lights. smoke. sounds. reason. next question. bananas and frozen yogurt are healthy. vegetables. sports. deserts. deserts. now time for the answers. بولي a long time ago. يعني في الماضي. my grandpa a metal box in the ground. شايفيني التعبير ده in the ground. in the ground. يعني في الارض. في الارض. عمل ايه. ايه الحاجة الممكن نعملها في الارض. ندفن الحاجة دي في الارض. buried. buried. بارد. معنى هدفنا. دفن في الارض. I have a lot of my old village. a old. old. بتدل على الماضي. old village. يعني قرية قريتي القديمة. نستخدم معيها memories. ذكرية. memories of my old village. next one here. from the cores. cover the stores. cover the يعني غطى النجوم يعني معناها انو طلع في السماء الفوق فوق. طبعا احنا محتاجين هنا ايه دخين. the smoke from the cores cover the stores. and frozen yogurt. الموز. والفروزن مجمد. كل ده جمعها تحلية. تعتبر تحلية ما تعتبر شواجبة. right? تعتبر تحلية بعد الاكلة. right? نستخدم معها deserts. ما ننساش طبعا لازم يكون فيها double s. deserts. okay? next question. سوالي تالي. my great-grandmother's birthday party was not a day. bad. scary. special. sad. next question. people. christmas. tree at christmas. right? through. saying. eat. decorated. next question. شوال starts when people see the new. fire. storm. moon. sun. next question. we can't travel to the north of the earth. east. center. west. north. now time for the answers. here we go my great-grandmother's birthday party. birthday party. حفلة عيد الميليد. حفلة عيد الميليد بتبقى ايام مميزة. ايام مميزة. حاجة كده بتظل في الذكرى. بفضل افتكارها على طول. يبقى نختار special. special day. special day. special day. يوم مميزة. people. christmas. tree at christmas. اه. بنعمل هيلي شقرة christmas. بنزينها. يبقى decorated. people decorated. christmas. tree at christmas. شوال starts. بيبدأ شوال. شهر شوال. بيبدأ امتى. لما الناس بتشوف طبعا الهلال او القمر الجديد. يبقى when people see the new moon. the new moon. we can't travel. هنا استطيع السافر. او يعني مكان ايام مكان صعب جدا ما نقدرش نسافر له. to the center of the earth. the center of the earth. اللي هو ايام مركز الارض. we can't travel. to the center of the earth. كده تعرفنا على اهم. write. الجمهة الخاصة بسؤال. choose. next question. السؤال التالي بقى هيبقى عبارة عن read and complete the text. هنكمل الفقرة. write. او الفراغات بالكلمات الموجودة في الاعلى. read and complete the text with the words in the box. في عندنا بولد. smile. digging. excited. face. ياريت اكما نقرأ الفقرة كويس ونقفل الفيديو ونحلها وبعدين نشغل الفيديو مرة تانية. بولي جرانبا. walked to the tree. he looked at the ground. then he started. نقط. نقط. he out an old metal box. he had a bag on his face. he was very. نقط. time for the answers. grandpa walked to the tree. مشى الى الشجرة. he looked at the ground. نظر الى الارض. then he started digging. بدأ في الحفر. شايفين كلمة ground. ground يعني ارض. ارض يبقى هنا نحفر. يبقى he started digging. بدأ يحفر. he not out. اه. ايه الفعل اللي بيجي معا out. pulled out. معناها سحب من الأرض. he pulled out an old metal box. he had a bag on his face. على وجهه اتفانأ on his face. يبقى smile. he had a big smile on his face. he was. وكان ايبقى very excited. متحمس جدا. he was very excited. تنهنا السكان's longest. ومن عام أمم أ 요즘 حيث. الثلام على القديم. ups. تطرد عerel. x إنها حقا 6.670 كيلو متر إنها مثل تحرير إلى الأرض الآن الوقت للمساعدة النائل لحياة الناس يعني لحياة الناس؟ لحياة الناس يبقى نهر النائل لحياة الناس مهم لحياة الناس مهم لحياة الناس نقطة لحياة الناس يجلب الحياة لمصر كلها نقطة لحياة الناس في العالم يعتبر أطول نهر نقطة لحياة الناس بعد ذلك أعطيني الطول بعد ذلك يقول مثل الصفر إلى مركز الأرض نرى بعد ذلك أخرى أو فقرة أخرى أعطيني كلمات جدا لحياة الناس وحياة الناس أعطيني أعطيني الناس أتذكر مني and blade i was happy at the end of the day i was happy at the end of the day يعني كان سعيد في نهاية اليوم شوف مع بعض الإجابات i remember my first day of school يبقى المتذكر أول يوم بليه في المدرسة i was uh نختار سيفة بقى nervous كنت متوتر بقى اليوم في المدرسة nervous i was crying وكنت بابكي when i left my mom عندما تركت أمي okay my teacher was very uh لازم نختار السفة a kind عطوف the teacher can kind okay and blade will have been very kind my teacher was very kind then we started there is not many subjects subjects يعني مواد دراسية and play the games i was happy at the end وكنت سعيد في نهاية اليوم okay let's look at another passage and ركز مع بعض في another passage فقرة أخرى 22 years ago we had a very special note my great-grandma was 70 years old oh my family came together to not we had a huge in my aunt's garden i played not with my cousins in the afternoon طبيعي اللي اختارات اللي عندنا 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 games and then a picnic and then a celebrate party sleep كل دي اختارات ممكن نستخدمها ونحطها على الفراغل okay time for the answers two years ago يعني منذ عامين we had a very special اه يبقى نختار party حفلة مميزة special party right special بتيجي مع party with special day okay انسان يوم مميز حفلة مميزة my great grand معدتي الكبرى was 70 years old انت سابعين سنة all my family came together اه كل العائلة جت هيجوا يعملوا ايه هكيدي يجيوا يحتفلوا يبقى to celebrate came to celebrate we had a oh ننساش had يعني right عملنا okay او كان لدينا in my aunt's garden we had a huge picnic in my aunt's garden i played oh طالما في played بقى في games i played the games with my cousins with my cousins okay let's look at write the next paragraph and the next text اتني كلمت winter festival spring deride picnics تان فقران شمن نسيم مهمة جدا شمن نسيم is egypt's oldest noat it's celebrated by egyptians it celebrates the start of noat people go to borks to have noat they eat noat right the eat noat fish and green onions فقران مهمة جدا وسهلة جميعا now let's look at the answers هنبص على جميعات شمن نسيم is egypt's oldest festival يعني بيعد ايه اقدم احتفال في مصر اقدم واحد يبقى نختار festival festival يعني احتفال او مهرجان اكاي it's celebrated by egyptians بيحتفل بين مصريين it's start of start يعني بداية بنحتفل ببداية بداية الربيع the start of spring ما ننساش ان البيبل go to the borks بيذهبوا للبوركس ليه to have right بيكنيكس عشان بقى يقوموا بالتنزه في البوركس to have بيكنيكس right they eat noat fish او الفش بستخدم معي الصفة dried dried fish يعني سامك مقفف and green onions وبصل اخضر في شم النسيم الفقرة التالية عاطيني شوال وسونسات وفاست ورامدان وفاستفل بيقول ايد او فاتر اللي هو عيد الفترة is muslim noat the months before id is called noat many muslims noat during the day this means they don't eat or drink until the noat طبعا فكرة سهلة جدا واتوقع ان كلكم طبعا تعرفت حلوها بسهولة شوف الاجابات ايد الفترة is a muslims a kid festival right ده احتفال اسلامي the month before id يعني الشهر اللي قبل العيد before هنا يعني قبل العيد طبعا ده اسمه شهر ايه شهر رمضان كلنا عارفينه is called ramadon ramadon شهر رمضان في رمضان بقى many muslims العديد من المسلمين fast بيصوموا during the day وطبعا ده بيعني they don't eat or drink لا يأكلوا ولا يشربوا until يعني حتى sunset غروب الشمس until sunset الفقرة التالية في عندنا كلمة kind وpass وfriends وask وweek بيولي ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أنا باستميق Office وأني مبكراً I wake up early I go by Go of it يankindھيب بي أنا بروح بي بين Roop بالباس I go by PAS I meet my أو في المدرسة عند مين بابل من لفرنز بتوعي في المدرسة I meet my friends وقابل أصدقائي and we play and study منيرات و murdered our teachers are اترى قليلا قليلا بي بقعن اخواني يعني عطو فين اخواني نكتبسج الفقرة التالية الفقرة التالية أتنبور بطل زباق سلطة ملك فقرة مهمة أجلسطاً أخبت لثناء أخبت لثناء و واحدة جوزة أخبي أخبت لثناء of cookies and drank a cup of not i used a not of soap to wash my hands now time for the answers وقت الإجابات يجمعها نخلي بالنا yesterday was the hot يبقى الجو كان إيه كان حر i drank two not of water ركزوا على كلمة water water يعني مية ينفع أول بار ما تنفعش بوتلز زجاجات او هي بتيجي مع الووتر يبقى شكت زجاجتين من المياه كارتون اف جوز وعلوة كارتون من العصير اخويا اكل نقط اف كوكيز طيب الكوكيز بتيجي مع ايه بتيجي مع باكت باكت اف كوكيز او شايفين الكب ده يعني فنجان فنجان او ممكن فنجان نحط في ايه ملك ممكن يجي مع الكوفي القهوة والشاي واللبن او طالما في يبقى نستخدم قطعة من الصابون هنتعرف الوقت يا جماعة على السؤال الثالث اللي هو او سؤال تصحيح الاخطاء طبعا من اهم القواعدة اللي موجودة عندنا يا جماعة هو قاعدة الماضي البسيط نركز عليها كويس بالاضافة الى عالم المحددات الكمية او kitsch teabbearate الكمية زي البطل وعالت ف ROS مج 58 نحن صحح في التسليق و WH meu دو اقاتىestab捕 وتحالى متنط증 لمر جدا نمتحph ف نجد اقاتى الر生 pouش ستير نومبر فايف اي ايت باطل وفيتشيز اوكي تايم فور زي انسرز بص معي اول ما نلاقي كلمة يستردي شايفين يستردي اهم راي احرفوا ان الجملة في الماضي يبقى نجيب الماضي من بلاي الماضي من بلاي بلايد بلايد انضف لها ايدي لانها فعلي منتظم يبقى وي بلايد فوتبول لعبنا فوتبول انذ بارك يستردي طيب لما نلاقي كمان التعبير في الماضي انذ باست الي باست يبقى الجملة دي في الماضي من في الماضي يبقى يحقق الماضي من هتبقى الفحل اصلا يقود ماذا منه طيب صحيح عندي كمان من الكلمات تدل على الماضي كلمات تدل على الماضي يبقى secondم هتبقى من دو ولماضي عشان نسأل شاب ولا بده صلا الطيب الجملة الرابعة دي محتاجة تركيز شوية. بيقول لي واحد يقول لي يعني العام الماضي. اه ده ماضي. طب ليه ما اخترنه? ليه غلط? او غلط لان في لان في عندنا طالما في يجي بعدها الفعل في المصدر ما يجيش بعدها فعل في الماضي يا جماعة. يبقى he didn't live. he didn't live in كايرو. I ate a bottle of cheese. بستخدم معها piece of cheese. ولايس bottle. okay. next question number six here. grandpa's village. be very quiet in the past. right number seven. I live here two years ago. number eight. did you? goes by plane. number nine. it'll paint his room yesterday. number ten. my sister buy new clothes last week. let's look at the answers. the answers. grandpa's village. be very quiet in the past. in the past ده ماضي. طالما ماضي يبقى انجيب الماضي من verbi to be. الماضي من verbi to be حقا من اتنين. يا واز. يا وير. واز للمفرد ووير للجمع. طبعا دي ايه مفرد? يبقى تاخد واز. يعني كانت الجملة اللي بعد كده في عندنا من الكلمات الده اللي على الماضي برضو. يبقى جيب الماضي من جملة اللي بعد كده. جايب اللي بعدها. في كلمات ده على الماضي. اجيب الماضي من بنت. زي ما تشايفين يعني موضوع سهل جدا يا جماعة. او لما تلاقوا كلمات تدلع على الماضي. كل ده تحولوا الفعل الماضي على طول نحول الفعل الماضي. طب لو لقينا داد او داد انت. اجيبوا بعدها الفعل في المصدر. الموضوع فري ايه موضوع. مشايف في اي مشكلة. ماضي. يبقى نجيب الماضي من باي. بوت. بوت. نيو كامل جملة الاولى هنا بيقول لدي او صبون لا بيستخدم شي معا باكت. باستخدم معا بور. بوار اف سو بيبقى حطها بور. دقيقة دقيقة ماضي. طيب هنا بيقول ناط يعني في في الماضي وليس ناط يبقى بعد كده بيقول يعني في الماضي وزدي في الماضي المشكلة ان الكرز جمع الجمع بياخد ما بياخدش واضح جمعة في الماضي واضح للمفرد للجمع يبقى زير اطول نهر في العالم القاعدة دي طبعا كانت علينا في الترم الاولين اللي هي قاعدة التفضيل معناها الاطول بصوا في السؤال ده بيقول قاعدة التفضيل؟ هل شتريت التفضيل؟ اوه مقاوب بـ نو ينفع قول نو اي دد؟ اكيد لا طبعا نو اي دد انت عشان نمفيها يبقى نو اي دد انت نو اي دد انت صحيح نو�و نتبقى أو انت مفتيل في الترم اي ده بياخد زي ما نشايفين هنا بقى المجموعة الاسئلة دي فيها تركيز اكتر على قاعدة الجامعة الشيز خلي بالكم الجامعة الشيز نحفظهم يا جماعة في عندنا جامعة كلمة جامعة فيت نخلي بالنا من الكلمات دي ونحفظها كويس ده بيسميه جامعة الشيز دي يا جماعة طبعا هنا جامعة اجيب الجامعة من ماوس دي جامعة يبقى اجيب الجامعة من جامعة كلمة فت فيت هنبقوا لي ذات شايلد او بلينج او يعني قمع بيلعبوا في البورك يبقى اذات شايلدرين كامعة شايلد شايلدرين اطفال what subjects do you study yesterday yesterday ماضي يبقى ادد من فاشدو لازم تتحول ila did that you study yesterday next question she doesn't watch television yesterday last month i gave my friend a nice present بعدها in the past our town has nice pork بعد كبه يقولي ذا ماوس ايت كارتن افتشيز بعدها اي هاتو باطل افوتر ناو time for the answers خلاص اتفقناها يستردي ماضي يبقى اجيب الماضي من doesn't didn't يبقى احنا كده نافينا لقم لاشبي didn't she didn't watch television yesterday last month قمنا بعدها في last month اجيب الماضي من give الماضي من give اعطى give دي كلمة ادل على الماضي اجيب الماضي من هاز الماضي من هاز هاد هاد اكلها اه كارتن افتشيز انتفقنا لتشيز ما بتاخدش كارتن يعني ما بتاخد بيس قطع من الجبنة يبقى بيس افتشيز ابيس افتشيز اي هاتو بوتل افوتر يوحد شاطر يقول لي ايه المشكلة مبوتل بيت اقف مع بوتل صح بوتل افوتر بس هنا في تو يجب طالما في تو يبقى نقف مع بوتل نخليها الزوال. لدي أجل الحصول اجل . الآخر الآخر. لأجل الحصول . البثرة الطيبة ورقيا . نزل الزوال . الآخر . لأجل ، يجعانence للناس . آخر . لأجل أيض الأشخاص . احسنت ساق الآن الوقت للمساعدة سأخبر بطل أخبركم التعبير دائما نقول بطل 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 بتبقى بطل الطل بطل بطل لان في الماضي يبقى الفعل اللي بعدها في الماضي يعني احتفلنا وغنينا في المقول ده في الماضي شايفين في الماضي؟ يبقى جيب الماضي من أعطي أعطي لا تتتتت نقصة أعطي 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 الآن الوقت أعطي أعطي أكثر أعطي 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 الغبز يبقى قطع من الخبز قطعة يبقى piece of bread و piece of cheese ما ننسيش اللي تنضل بس اخدهم معهم piece بينما slice بنستخدمها مع الكيك slice of cake with slice of meat with slice of pizza ok أنسان he didn't bought a core yesterday he didn't bought core yesterday ما ننسيش yesterday بتدل على الماضي بعد didn't الفعل في المصدر كده تحرفنا على اهم جمل تصيح الاخطاء وعرفنا ان في عندنا تلت قواعد اهم قاعدة طبعا قاعدة الماضي البسيط قاعدة اللي بعضها على طول في عندنا كمان قاعدة الجمع وكمان محددات الكمية او تعبيرات الكمية كسبها على الفقرات هناخد كام فقرة كده والاجابات وازاي نجاوب على الفقرات دي الفقرة الأولى عن نهر الني المهمة للي read the text and answer the questions the Nile is the longest river in the world it has two branches in Egypt it brings life to Egypt there are many people living near the Nile it's 6670 kilometers long that's like traveling to the center of the earth the Nile is the home for different kinds of fish birds and turtles the Nile crocodile lives in it طعم فقرة very easy وكلنا طبعا عرفينها وتقدروا تترجموها بسهولة جدا سؤال أول بيقول كلمة longest اللي تحتها خط في القطعة is the opposite of حكسة ويدست شورتست بيجست طولست how many branches does the Nile have وبعد كي بيقول summarize the text يعني لخص الفقرة into one sentence into one sentence يعني لإيه لجملة واحدة فقط يعني ما ننساش يوهن لخصها في جملة واحدة now time for the answer the text is about the Nile فقرة كلها طعم بتتكلم عن النيل عن نهر النيل كلمة longest عكسها شورتست لي لأن longest يعني الأطول أطول الأنهار يبقى عكسها الأأثر أأثر يعني شورتست طيب ما يسألني بهوميني هوميني يعني كم عدد كم عدد الفروع اللي في نهر النيل هم فرعين يا جماعة اللي هيكتب two two branches إجابة كويسة it has two branches إجابة نموذجية يبقى ممكن نقول two فيش مشكلة أو two branches أو it has two branches summarize the text into one sentence لما يقول لخص يعني عايز أهم معلومة في الفقرة right يعني اللي انت فهمتو الفقرة دي بديتك أهم حقا فيها أهم حقا فيها إن النايل ده نهر النيل بيها كله بالحياة للمصر كلها يبقى أهم حقا فيها للمصر كلها give them to our friends ايه هو بقى فاش ولا ايجز ولا كاروتس ولا بعتها بيقول لي شام النسيم كام و did mom and grandma make so the answers the text is about الفقرة كلها طبعا عن شام النسيم واضح جدا إنها بتتكلم عن شام النسيم يبقى شام النسيم يعني بنلون اللي بنلونه في شام النسيم هو والإجزل والبيت يبقى we color and give them to our friends give them to our friends وبنعطي لأصدقائنا give them to our friends بعد كده بيقول لي when when يعني متى متى when does شام النسيم كام امتا شام النسيم خدوا من الفقرة the day after koptic easter اليوم الذي يلي عيد القيام و did mom and grandma طب امي وقدت يعملوا ايه وات يعني ما او ماذا وميك يعني صنعوا اه صنعوا الكثير من الطعام they made lots of delicious food الكثير من الطعام اللذيذ الفقرة اللي بعدي كده right حفلة عيد ميلاد last week it was my mother's birthday oh my family came to celebrate oh my uncles aunts and cousins came there was lots of food i played with my cousins i ate a big slice of a chocolate cake and drank a carton of orange juice we think happy birthday to our mother my brother and i give her nice presents it was a special day can you مميز so الاول بقول the text is about the text is about father's birthday ولا mother's birthday ولا wedding ولا picnic the writer drink writer يعني الكاتب اللي كتب الفقرة drink a carton of noot juice panina juice mango juice apple juice orange juice summarize the text into one sentence what did the family do for mom وما عملوا ايه للمام للام اوكي انس طبعا الفقرة the text is about mother's birthday عيد ميلاد الام وليس mother's birthday طيب الكاتب شرب ايه شرب عصير برتقال اجمع كله خدوم للفقرة ارجعوا للفقرة وتأكدوا منها orange juice a carton of orange juice طب لما يقول لله خاص الفقرة نشوف اي جملة مناسبة كده تكون كويسة my mother's birthday was a special day كي جملة كويسة جدا يعني عيد ميلاد امي كان يوم مميز وخص بالنسبة لنا what does the family do for the mom عملوا ايه للمام they saying غنوا اغنية they saying happy birthday to their mom next passage الفقرة التالية الفقرة التالية بتكلم عن ايد الفترة last weekend we visited my grandparents in a village near luxor we went to celebrate ايد الفتر we went to the mosque and to pray and say ايد مبارك to our friends grandma made delicious cock with nuts it was really delicious we ate a lot of cock and drank orange juice in the evening we went to visit family members and close friends it was nice weekend so the text is about شمن السيم ايد الفتر ramadan kaptic easter so the underlined word delicious is the opposite of aqsa aqsa e bad well nice well good well amazing what do people say in aido of fetra في ايد الفتر بنقول ايه سؤال اللي بعدي what do they do in the evening ماذا نفعل في المساياة بنعمل ايه في المساياة وكا نخلي بالنا من the questions دي كويس طيب الايجابات بقى the about الفقرة بتتكلم طبعا زي ما شفنا عن ايد الفتر delicious اهو كلمة delicious اللي تحتها خط opposite opposite يعني عكس عكس delicious حاجة لذيذة بقى عكسها بادئ بادئ يعني سيئة what do people say what يعني ما او ماذا say يعني يقولون بيقولوا ايه في ايد الفتر ايد مبارك ايد مبارك بيقولوا كلمة ايد مبارك يبقى ازاي say ايد مبارك نخدها برضو من القطع what do they do in the evening طب بيعملوا ايه في المساء او بالزيارات بقى they visit they visit family members and close friends بيزوروا اصدقائهم والمقربين وافراد العائلة الفقرة التالية فقرة التالية بتتكلم عن فار الريف وفار المدينة the city mouse visited the country mouse in his hole in the ground the country mouse was pleased he gave his friend right grass and seeds the two friends ran to the train to go to the city in the city the smoke from the cars covered the stores and the noise was incredibly loud the country mouse was scared he wasn't prepared for so many new sounds and smells the country mouse said thank you my friend the city is exciting but it's time for me to go back to the country and back to where life is good for me السؤال الاول بيقولي the text is about فقرة تتكلم عن اي a sport you like most ramadon life in the city and in the country kaptic easter the underlined word pleased كلمة pleased لتعتاخد means very sad bad angry happy answer the question do you think the country mouse loved the city or the country where did the city mouse visit the country mouse okay time for the answers the text is about طبعا الفقرة تتكلم عن الحياة في المدينة والحياة في الريف والفرق بينهم يبقى life in the city and in the country كلمة please اللي تحتها خط means means يعني تعني معناها يبقى كلمة means يعني تعني opposite يعني عكس معناها very happy سعيد جدا do you think the country mouse who loved the city or the country of هو حب المدينة ولا حب الريف طبعا واضح انه كان عايز يرجع الريف تاني يبقى I think it loved the country where did the city mouse visit the country mouse اين نظروا in his hole in the ground اخر سؤال جميع عندنا هو سؤال البنكتواشن طيب لو حد قال طب فين سؤال write البراغراف البراغراف سنعملهم في write okay فيديوهات مستقلة وهحط لكم الرابط بتاعهم في صندوق الوصف سؤال البنكتواشن بيولي how long is the nile different people like different things what did you do yesterday how does she go to school shaman nasim is egypt's oldest festival eid is a time of now time for the answers بسوا معي يا جماعي how long is the nile نهر النيل له the nile لازم يبدأ بحرف capital دي مهمة جدا لازم ان اسماء الانهور بتبدأ بحرف capital يبقى the nile لازم تبدأ بحرف capital لو قبل amazon تبدأ بحرف capital طيب how long ده سؤال يبقى نحط علامة استفهم في النهاية الجملة اللي بحتي كده هنبدأ بحرف capital لأنه طبعا كاتبه اخلي capital طبعا دي جملة يبقى بنحط في الاخر او علامة او نقطة هنبدأ بحرف capital لأنه كاتبه small طبعا ده سؤال يبقى نحط question mark او علامة استفهم how does she go to school نفس الفكرة بالضبط حرف capital في الاول وعلامة استفهم في الاخر لأنه ده سؤال بادئ how طيب هنبدأ بحرف capital حرف s خلب لكم لحاجة مهمة هنا في نقصة كده محدش واخد باله من لازم نضيف اسمها السملكية معناها اقدم مهرجان في مصر حرف الاولاني وما ننساش في الاخر عشان دي جملة سؤال التالي احمد بولد اوت ان اول metal box where is grand bus village i saw in the bark i when i want a packet of tea do you like english i visit my friends on far days time for the answers you can aحمد الحرف الاولاني يبقى لازم اول حرف في الجملة او في السؤال يبقى نبص في الاخر قضي جملة يبقى نحط في هنبدأ بحرف وفي الاخر طبعا او علامة استفهم اسماء الاشخاص خلي بالكم ادي مهم اي اسم احمد سامي نادر اي اسم لشخص لازم يبدأ بحرف وفي الاخر حرف الاول انه يبقى وفي الاخر طيب بعد كده بيقول هل بتحب اللغة الانجليزة هنبدأ بحرف capital خلي بالكم اسماء اللغات بتبدأ بحرف capital اللي هي ايبا ارابيك انجليش اللغات دي كلها بتبدأ بحرف capital اي يبقى اي يبقى بردو بتبدأ بحرف capital وفي الاخر في فالو ستوب اكي اي هذا الان فيديو اي او او بيديو او تبقى تسابسكريب والاشتراك في القناة وتفعيل الانجارة عشان وصلنا كل الفيديو هات الجديدة اولا باول وكل طبعا الشروحات والمراجعة باستمرار وكي واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة